طيب والان انا مفضل خاصة الاخوة المبتدئين لا تعمل ورق كامل اعمل ورقتين للمنفه الاول وطبعا اخلي الورق العازل الموجود اللي هنا اللي عندي ما خرب لانه انا فكيته باللفة فهي موجود وهذا بفيدني كثير ويسهل علي طبعا اذا انت بخرب معاك او بتلف في فيديو انا صورته موجود بالقناة انه كيف تعمل هذا العازل تعمله بشكل جيد وممتاز على اساس انه يعزل السلك اللف عن عن حديد البوبين بتعمل ورقة بطول المجرى طبعا اذا كان انت عندك تالف العازل هذا اللي حكينا عنه بتعملها اطول شوية انا عملتها على طول العازل بالزبط طبعا الان بتقدر تبدأ من اي مجرى وتشوف ترتيب اللمات الميل المسافة وتعدى اللمات وتبدأ شغل عادي بشكل مباشر او اذا بدك ترجع من نفس مكان الشركة اللي لفيتو بترجع على حسب علامتك ما في عندك اي مشكلة هيك او هيك يعني زي مثلا المحرك العادي المحرك العادي انت لو بدأت تلف من اي مجرى بدأت ما عندك مشكلة نفس الشيء البوبين لو بدأت من اي مجرى واخدت الميل على اللمات بمشي الحال ما في اي مشاكل يعني ما في الزمية قصدي انك لازم ترجع الملف الاول مكانه مكان ملفته الشركة بالزبط ما في اي مشكلة طيب الان انا بدي ارجع مدامني انا معلم خلينا ارجع على نفسها اذا هون زي ما انا معلم هون هون نهاية هاي اللاسق اللي كاتب عليه انا نون يعني النهاية اللي هي نهاية اخر ملف لفة الشركة زي ما حكينا فالنهاية الاخر نهاية لفة الشركة بيجعلها بداية اول ملف من تحت اللي هو اللي بدي الفه الان فطبعا حسب الرسم احنا حكينا انه اه بداية الملف بتيجي على اللام الرابعة بالنسبة للمجرى هاي المجرى بين اللامتين مقابل فتحة مقابل فتحة اللامتين بنعد واحد اثنين ثلاث اربعة البداية بتيجي على اللام الرابعة والنهاية على اللام الخامسة اذا البداية بتيجي على اللام الرابعة والنهاية على الخامسة اذا احنا هون البداية عندنا فبنعد منها واحد اثنين ثلاث اربعة والآن بيجي عندنا في المجرى اللي هون ولو تلاحظوا هذا هون مجرى اللي أخذنا عليه بيانات الملف الأخير هاي اللي علمته أنا هنا قلت لكم علامة خفيفة عليه هاي هالعلامة لاحظوا فإحنا بنبدأ في المجرى اللي قبله مباشرة إذا بنلف نفس لف الشركة بنبدأ في المجرى اللي قبله مباشرة طبعا اللف رح يكون باتجاه الشمال باتجاه إيد الشمال يعني رح أمشي أنا في هاي الجهة في اللف وبعد أنا كمان منه ست مجاري على حسب الخطوة واحد اثنين ثلاث أربعة خمسة ستة بنحط الورقة الثانية خلونا نتأكد واحد اثنين ثلاث أربعة خمسة ستة نعم الآن بوصل البداية وببدأ طبعا باخذ لفة على عنق الكولوكتور أو على عنق البوبين من تحت الكولوكتور وبعدين بنزل في المجرى لبعيد حكينا على حسب الرسمي زي ما حكينا بالرسم البداية الآن بتنزل في المجرى لبعيد وبترجع على المجرى القريب وهكذا والنهاية في الآخر بتطلع من المجرى القريب يعني أنا راح أوصل الآن سلكي هنا على النقطة البداية وبلف لفة على عنق البوبين وبنزل في المجرى اللي بعيد هذا اللي من هاي الجهة وببدأ ألف بهذا الشكل والنهاية بتطلع معاي من المجرى القريب خلوني أنا بس أوصل سلكي طبعا خلوني أورجيكم أنا راح ألف أنا في شبكرتين زي ما انتم شايفين طبعا نقصت أنا نقصت شوية شبكرة ثانية راح ألفه بسلكي أربعة ونص راح ألفه أنا بسلكي أربعة ونص بعدد ستة وأربعين لفة للملف خلوني بس أنا أورجيكم وكيف بدي حق البداية طبعا السلك الأول أنا بفضل إنه نقشره وبعدين نبدأ باللف طبعا أنا أورجيتكم مرة بفيديو قصير حكيت لكم في هاي الخطأ على تقشير السلك وهي منتازة خاصة للبوبينات طبعا بتقشر معاي أنا بهذا الشكل بكل الرياحية طبعا هي اليوم بجوز مش حادة إنه استعملها كثير أنا لكن هي ممتازة جدا ل البوبينات بتقشر السلك بكل الرياحية زي ما أنتوا شايفين أسهل من موضوع المشروط إني أقعد بهذا الشكل تظل أسهل وأريح منه طبعا الآن نتأكد أنه قشرت بشكل كويس ما بدنا يكون في أي مشاكل نحاول يكون التكشير متساوي خاصة من التحد على أساس هيدا رح توصل في الكوليكتور طيب الآن أنا أجيب شكل تلاسق أو أي شيء وباجي على اللامة اللي بدنا نوصل عليها البداية وباليف عليها لف شكرا أحيانا 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 ونحاول نشد السلك وأنا بحب أضع لاصق على أساس أنها تمسك السلك فهذا الشكل هي وصلناها والآن بأخذ لفة نأخذ لفة حول الكولكتور وبنفتح الورق بهذا الشكل طبعا على محلك بشوي شوي نحن لم أخذ لفة حول الكولكتور وننزل في المجرى البعيد هذه البداية وصلناها هنا وننزل في المجرى البعيد ونبدأ لفة حول الكولكتور ونزل في المجرى البعيد طبعا burnt أو كطوركتور على اساس انه ما يوخذ معانا حجم انا الان بلف الملف هذا وبرجعلكم ان شاء الله تعالى طبعا انا هيني خلصت العدد 46 لفة الان باخذ كمان لفة على الكولكتور وباجي بوصله على اللامت النهاية طبعا بوصله بهذا الشكل لانه الان بده الف في البكرة الثانية من الجهاء الثانية طبعا الان هذا بنحاول احنا نجلسه شوية على اساس انه ما يوخذ معانا حجم زي ما انتو شايفين بهذا الشكل الان بنترك السلك هذا اللي لفناه وبنيجي على سلك البكرة الثانية وكمان بنقشره شوية نفس الطريقة طبعا احنا بنعمل نتأكد طبعا انه احنا قشرنا بشكل جيد من كل الاماكن وانه بتكشير بشكل متساوي طيب نعم نجيب ورقة نقص ورقة طبعا انا مجهز ورق نعم نقص ورقتين للمجريين زي ما انتم شايفين وبنيجي على مقابل اللامة طبعا هم ست مجاري واحد اثنين ثلاث اربع خمس ست اللي ضيلات بنحط ورقة من هاي الجهة والورقة الثانية من الجهة الاخرى زي ما انتم شايفين بهذا الشكل والان نفس ما عملنا في المرحلة الاولى في الملف الاول بنعمل في الملف هذا الان بنقول هاي باب المجرى وبنعد اربعة وبتنزل البداية واحد اثنين ثلاث اربعة اذا البداية رح تنزل في هاي اللامة بنجيب السلك نحن ونصله نتأكد بس واحد اثنين ثلاث اربعة نعم في اللامة هاي ونلفي عليها لفة زي الملف الاول بالزبط ونشد السلك وزي ما حكيت انا بحب اضع لازق هون على السلك عشان يمسكو الآن طبعا اذا احنا بدنا نتأكد انه احنا شغلنا صحيح لازم اتعد من مثلا هذا الملف اللي لفيته انت بدايته اللي علامي هون بدايته اللي علامي هون اتعد من بداية اللامة هاي الى بداية الى البداية الثانية بينهم نصف عدد اللامات او نصف عدد نعم نصف عدد اللامات يعني اللامات عندنا اتناشر لامة لازم يكون بين البداية للملف الاول للنهاية ست اللامات فاحنا خلونا نتأكد بالله الآن هاي البداية هون فاحنا منقول اذا بدنا نعدها ما بدنا بدك تعد البداية الثانية احنا منقول من اللي بعدها واحد اثنين ثلاث اربعة خمسة ستة فعلا أجت على اللامة اللي عليها البداية الملف الثاني لاحظوا خلونا نعد من هنا هسا إذا بنعدها نفسها ما منعد البداية اللي هناك يعني بنعد بداية واحدة منهم ما منعد بدايتين خلونا بنعد من بعدها واحد اثنين حفوا واحد اثنين ثلاث اربعة خمسة ستة الآن هاي البداية تبعث الملف الجديد إذا احنا توصلنا هنا هيك على الكولكتور تمام تمام إن شاء الله والآن بناخد لنا لفة بنبعد السلك تبع الملف الأول هيك شوية وبناخد لفة على بناخد لفة على العنق البوبين وبننزل وبننزل المجرة البعيد طبعا بنشد احنا دايما نخلو دايما السلك مشدود وبنبدأ نعد بالملاف ستة واربعين لفة زي ما حكينا لكم واحد اتنين ثلاث اربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة طبعا زي ما حكيت لكم بتظل ايدكم شادة على السلك على اساس ان الف يطلع شادد وماسك ما يطلع مرتخي انا بكمل لعد الملف او لف الملف هذا وبرجع لكم ان شاء الله طبعا انا لفيت هين الملف الثاني وهي وهذا الشكل صارو مقابل بعض كل ملف من بكرة الآن بوضع ورقة برجع للملف الاول اللفيته اللي هو هذا اللي هي البكرة اللي على اليمين بتقدر انت تعلمهم طبعا رح يكون معانا انت لو تلاحظ الآن او خلوها نكمل احنا الملف الثاني في الفيديو الثاني على اساس نعرف من هين نبدأ بالملف الثاني ما بدي هذا الفيديو يطول اكثر من هيك لانه بصراحة طريع طويل فخلونا نحكي عن الملف الثاني كيف بتسقط في الفيديو القادم ان شاء الله المهم انا سقط هين ملفين ان شاء الله وضعهم تمام فخليكم معانا ولا تنسوا زي بوصيكم دائما وبوصي نفسي لا تنسوا صلواتكم الخمسة والاكثار من ذكر الله سبحانه وتعالى والاكثار من الاستغفار والاكثار من الصلاة على حبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم ودمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته